السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بقال في خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة ليكم كل اللي انتم بتتمنون النهاردة جايين نتكلم عن اسعار الفراخ البيضة الكيلو بكام والفراخ الساسو الكيلو بكام والفراخ البلدي وكمان لحم الامهات الكيلو بكام الامهات البيضة طبعا ونتكلم عن اسعار كمان البيض النهاردة في المزارع كل الانواع بقى بالكرتونة البيض الاحمر البيض الابيض البيض البلدي وكمان هنتكلم عن اسعار الكاتاكيت اللي طبعا يعني ايه عمر يعني عمر يوم كاتاكيت بقى البيضة عمر يوم او الساسو عمر يوم او البلدي عمر يوم هنتكلم عن اسعار لاقل سعر واعلى سعر بالتفصيل النهاردة طبعا كلنا عرفنا واسمعنا عن موضوع يعني زيادة الاسعار الاخيرة وان الدولار خراص قمته ارتفعت عندنا او معنى ادق الجنيه بقى قمته اقل فده اثر بشكل كبير جدا على اسعار الطيور واسعار الدواجن واسعار البيض واللحوم وكل الحاجات دي فنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ديك من اليوتيوب ويلا بينا الموضوع على طول مفيش شك ان الفترة الجاية هيعني هتشهد التغيرات وتطورات كتيرة جدا من جانب الاسعار والناس الفترة الاخيرة مهتمة بقى تشوف اسعار كل حاجة لكن بما ان قناة الطيور فوق السطح مهتمة بالطيور والدواجن والبيض واللحوم اللي بتاعت الطيور وكل الكلام ده فاحنا النهاردة قررنا اننا نقدم لكم الاسعار دي علشان تتابعوا معنا وتبقوا معنا على الخط علشان اللي بيفكر يفتح مشروع ولا اي حاجة يكون فاهم كويس الاسعار رايحة في واللي بيفكر برضو يشتري حاجة لنفسه برضو يكون فاهم الاسعار رايحة فين علشان الفترة اللي جاية كمان احتمال يكون في زيادة اكتر في الاسعار واحتمال يكون في تغيير عموما في الاسعار سواء زيادة او نقصان فنكون متابعين مع بعض اول بول كل التغيرات الحالية لاسعار الفراخ البيضة والساس والبلدي والامهات والبيض بكل انواع والكتاكيت بكل انواعها نبدأ مع بعض الفراخ البيضة الفراخ البيضة الفراخ البيضة لحم الفراخ البيض الكيلو منه اقل سعر اربعة وتلاتين جنيه واعلى سعر خمسة وتلاتين جنيه ولحم الفراخ الساسو الكيلو منه ستة وتلاتين جنيه وده طبعا اقل سعر اما اعلى سعر سبعة وتلاتين جنيه لحم الفراخ البلدي الكيلو منه خمسة وتلاتين جنيه ده لاقل سعر اما ممكن يوصل لاعلى سعر اللي هو ستة وتلاتين جنيه وعندنا كمان لحم الامهات الابيض لحم الابيض بس امهات الكيلو بيبقى باتنين وعشرين جنيه واعلى سعر منه تلاتة وعشرين جنيه وطبعا احنا عارفين ان دايما اللحم الامهات بيبقى ارخص نوع لحمه مش عارف ليه بصراحة رغم انه طعمه ناس كتير بتحبه واحنا يعني انا نفسي بحب لحم الامهات جدا لان طعمه مختلف وفيه كده نكهة مختلفة وريحة مختلفة مميزة عن باقي انواع الفراخ لكن هو ارخص نوع اللي هو لحم الامهات الابيض زي ما قلنا كيلو قال سعر اتنين وعشرين واعلى سعر تلاتة وعشرين جنيه ده بالنسبة للحوم اسعار البيض بقى النهاردة في المزارع تمام عندنا كارتونة البيض الاحمر اقل سعر ليها الكارتونة دي سبعة وخمسين جنيه وممكن يعني لو وصلت توصل لاعلى سعر اللي هو تمانية وخمسين جنيه عندنا بقى البيض الابيض الكارتونة منه سعرها اقل سعر ستة وخمسين جنيه وممكن برضو توصل لاعلى سعر يعني في بعض الاماكن الاخرى بتوصل يعني لحوالي 57 جنيه وعندنا برضو البيض البلدي البيض البلدي الكارتونة منه الكارتونة من البيض البلدي ب 56 جنيه وممكن برضو توصل لأعلى سعر لها وهو قد ايه 57 جنيه نروح بعد كده نتكلم عن الكاتاكيت واسعار الكاتاكيت الكاتاكيت بقى البيضة او الساسو والبلدي ودي يمكن اهم حاجة الناس منتظر اسعارها لان الكاتاكيت دي هي اللي بنبدأ بها المشاريع الناس لما بتيجي تبدأ مشاريع بتشتري كاتاكيت صغيرة وتربيها بقى وتكبرها وتستخدمها بقى في الترئيد او تستخدمها حتى الاستفادة الشخصية في البيت او اي حاجة فالكاتاكيت سعرها برضو هنتكلم عنه بالتفصيل عندنا الكاتاكوت الابيض الكاتاكوت الابيض عمر يوم سعره 8 جنيه وربع وممكن يوصل في بعض المناطق على سعر ليه يعني 8 جنيه ونص زي ما قلنا 8 وربع ده اقل سعر واعلى سعر 8 جنيه ونص الكاتاكوت بقى الساسو الكاتاكوت الساسو يا جماعة الناس اللي المستانية تفتح مشاريع والناس اللي بتهمها الاسعار دي تركز معانا وتكتب ورانا او اي حاجة علشان تاخدوا قيمة الاسعار بالزبط وبدقة الكاتاكوت الساسو عمر يوم 3 جنيه وربع 3 جنيه وربع تمام؟ اما بقى ممكن يوصل لاعلى سعر ليه اللي هو قد ايه 3 جنيه ونص يعني ممكن يزيد ربع جنيه بس في بعض الاماكن وهل هيبقى فيه فرق لما تشتري الكاتاكوت ده بتلاتة وربع او بتلاتة ونص لا مفيش اي فرق مفيش فرق في الجودة يعني برضو الابيض من شوية كاتاكوت الابيض من شوية قلتلك 8 وربع وممكن يوصل لـ 8 ونص هل هيبقى فيه فرق في الجودة؟ لا مش هيبقى فيه اي فرق في الجودة كل ما في الموضوع عن فيه بعض الناس بتبيع اغلى ويه بعض الناس بتبيع بالسعر الاقل ده هو ده بالزبط فانت لو لقيت الرخيص اشتريه ما يقلش اي جودة عن الكاتاكوت اللي هو فيه ربع جنيه زيادة وعندك برضو الكاتاكوت البلدي الكاتاكوت البلدي ده عمر يوم بتلاتة جنيه وبرضو ممكن تلاقيه في بعض العماكن التانية الكاتاكوت البلدي عمر يوم بتلاتة جنيه وربع. وبرضو الربع جنيه الزيادة ده مش فارق في اي حاجة. انا بكلم طبعا اصحاب المشاريع. واي حد بيفتح مشروع. اي حد بيفتح مشروع وهيجيب كتاكيت صغيرة وربيها لازم يكون عنده خبرة كويسة جدا. او يكون معا حد خبير. يا اما هو خبرة يا اما يجيب له حد يساعده في فرز الكتاكيت وفي اختيار المكان اللي انت بتشتري منه. يعني احنا قلنا لكم الاسعار كلها. اسعار اللحوم واسعار الكتاكيت واسعار البيض وكل الحاجات دي. تمام? انت دلوقتي لما تيجي تشتري لازم يكون عندك انت خبرة خبرة شخصية او تاخب معاك حد. تاخب معاك حد وانت بتشتري علشان يساعدك في اختيار الكاتكوت واختيار المكان كمان اللي هتشتري منه يكون مكان موثوق ومكان مشهور معلهوش كلام يعني معلهوش لغط ويه ناس كتير او اشتكت منه ولا اي حاجة لا اشتري من المكان اللي انت متطمن كويس جدا انه هيدي لك افضل سعر موجود وفي نفس الوقت هيدي لك افضل جودة لان في بعض الناس بتغلي على الفاضي تشتري منه الكاتكوت غالي وزيادة ربع جنيه وتبقى جودته اقل. في الناس بتشتري منها الكاتكوت بالسعر الرخيص اللي هو اقل ربع جنيه وبتلاقي الكاتكوت عندها والطيور اللي عندها عموما والكتاكيت كلها صحتها كويسة جدا ومعندهمش اي مشاكل وبيعرفوا يربوا كويس ويخزنوا البضاعة بتاعتهم والكاتكيت عندهم فيه ظروف كويسة يعني عشان يفضل اه يعني امدها طويل وصحتها زي الفل ده كان الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ديك من اليوتيوب وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور ايا كانت المشكلة وايا كان نوع الطقر ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته